بتكون بالنسبة لسؤال الأستاذة شاهندة اللي زوجها بيشتغل في مؤسسة حكومية وبيطلع بمأموريات لتسليم تقريباً أراضي أو حاجة زي كده فبيقول إنه لما بيجي أعميل من العملاء إنه بيشتري حاجة أو بيعمل حاجة فبيدينه إكرامية هي بتقول هل الكلام ده يعني جائز له ياخده ولا مش جائز له ياخده هو بيقولها أنا ما بشتريتش ولا بياخد ولا بطلب ولا يعني يقول لما لو كان ذلك الأمر اللي حريك بتقولي عليه بيكون بعد إتمام العمل على أكمل وجه ومن دون ما إنه بيطلق ولا إنه بيشترط وبرضه ليس فيه أخذه لهذا المال مخلفة للوائح العمل إذا كانت الشروط دي كلها موجودة فلا منع وإلا فلا يجوز كلام واضح